الشهر العقاري يساعد كبار السن خطوات استخراج توقيل صرف المعاش مقابل 5 جنيهات أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى أصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك قدمت مكاتب الشهر العقاري والتوسيق خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والتيسير عليهم بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت دون عناء أو تعب ويقفل لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على مدى الانتظار وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوسيق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات وذلك في إطار تنفيذ خطة عدادة مصر الرقمية التي تتبنىها الدولة تنفيذا لتعلامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظمة قضايا تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العداد للنجزة ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوسيق خدمة توكيل رسمي عام لصرف المعاش وتظهر أهمية تلك الخدمة مع كبار السنة الذين لا تمكنهم ظروفهم الصحية للتنقل من منازلهم لصرف المعاشاتهم حيث يمكن لأي منهم أن يستفيدهم من تلك الخدمة ويحرر توكيلا رسميا عاما لابنه أو لابنته أو لشخص سهل صرف المعاش خدمة توكيل صرف المعاش من حق الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوسيق الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب توكيل رسمي عام لصرف المعاش وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوسيق المساندات المطلوبة لتقديم خدمة توكيل رسمي عام لصرف المعاش توكيل صرف المعاش يحتاج أصل بطاقة الرقم القومي للموكل وجاء المساند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوسيق لتقديم خدمة توكيل رسمي عام لصرف المعاش أصل بطاقة الرقم القومي سريع للموكل بيانات الوكيل تكمل إجراءات خدمة توكيل صرف المعاش أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشر العقارة والتوسيق لتقديم خدمة توكير رسمي عام لصرف المعاش هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته سعر زهيد مقابل تقديم خدمة توكير صرف المعاش وحددت مصلحة الشر العقارة والتوسيق سعر تقديم خدمة توكير رسمي عام لصرف المعاش خمسة جنيهات فقط وزارة العدل تسعي لتنفيذ خطة عدالة مصر الرقمية وتعمل وزارة العدل بالتنصيق مع وزارة الترسلات وتكنولوجيا المعلامات ووزارة التخطيط والتلماء للتصادي على تنفيذ خطة عدالة مصر الرقمية التي تأتي في إطار توجيه الدولة وتنفيذها لتعلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاج جمهورية وإنشاء منظومة قضايا تكنولوجية موحدة تشهم في تيسير إجراءات التقاطي وتحقيق العدالة النجزة الشباك الواحد يوفر الوقت والجهد داخل الشار العقاري وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوسيق والشار العقاري تمت من خلال ما كانت عدد كبير من مكاتب التوسيق على مستوى الجمهورية واستعداد نظام الشباك الواحد لاقتصاد دولة العمل وقصرها على موظف واحد لاستقراج المحرر المطلوب وإضافة خدمة الترجمة بالإضافة لتقديم خدمات التوسيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات والإعداد لتقديم خدمات التوسيق بمراكز التكنولوجيا التي تجاهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشار العقاري المتنقلة حيث تم تجهيزها بعدس المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوسيق التي تشهد إزدحاما جماهيريا ترجمة نانسي قنقر